موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كما وعدناكم حلقة جديدة من بودكاست امتلاك مع المدير التنفيذ للامتلاك العقارية الأستاذ زكريا الحسين وحديث شيق فيه من الأسئلة الجريئة ما فيه عن واقع العقار التركي في المدى القريب وأيضا المتوسط حيالله أستاذ زكريا أهلا وسهلا حيالله أستاذ زمان بداية شو توقعاتك للسوق العقاري في تركيا على المستوى والمدى القريب والمتوسط العقارات حاليا في تركيا بتمر بمخاض بسبب أن الفوائد مرتفعة جدا في البنوك التركية فالشريحة العظمى من المستثمرين اللي بيهتموا بأنه وضع أموالهم في عقار الآن متوجهين للبنوك بيأخذوا عليها فوائد بنكية طالما الفوائد مرتفعة لكن هذا الشيء بيولد طبقة جديدة اللي هنا صيادين الفرص اللي بيستهدفوا العقارات الموجودة حاليا ففي توازن مرحلة حاليا موجود قلة العرض بتواكب معه قلة في الطلب فبيبقى العقار متوازن لكن المشاريع حاليا مستقرة أما العقارات الفرصة اللقطة هي إعادة البيع هاي التوقعات تقريبا عندش مداها الزمنة؟ يعني إحنا ممكن نقول أنه خلال الست أشهر المقبلة ما حيكون فيه تغيير كبير بالأسعار إلا إذا صار فيه تغيير في السياسات النقدية لأن الأتراك الآن متجهين للشراء لأنهم متوقعين يتم تنزيل فوائد قريبا ولو كان بدرجات منخفضة وبالتدريج أما الكييشة اللي بنسميهم اللي هنا نصى أصحاب رؤوس الأموال اللي بيستغادوا الفرص هذين موجودين بشكل دائم فعلى الفترة القريبة متوقع أن الأسعار ما تتغير بشكل كبير تبدأ بالازدياد كلما تغيرت السياسة النقدية طيب قلت أستاذ زكريا أنه في فرص عقارية حاليا موجودة بالسوق ما كانت موجودة سابقا مقاراة بالأسعار سابقا قدش تقريبا نزلت حاليا؟ بالمشاريع يعني في نزول بحوالي 10% عن الأسعار السابقة لكن هذا ما بينبنى هيك بينبنى أنه نحن اليوم عم نشوف أسعار كانت موجودة من سنة ومن سنتين فعلى المعدل الطبيعي للزيادة مفروض تكون الآن الأسعار أكثر بـ 20% أو 25% من السعر الموجود حاليا يعني كمثال أحد المشاريع كان يبيع الثلاثة وصالة بـ 500 ألف دولار مفروض يبيعها الآن بـ 600 بـ 600 وشوي لكن لازال اليوم عم يبيعها بـ 500 ألف دولار فهو ما رفع سعره بالإضافة أنه نزل بالسعر بـ 5 إلى 10% هذه بالمشاريع الجديدة لأنه دائما في طلب على العقار الجديد فيه تسهيلات بالأقصاد فيه برنامج الإقامة والجنسية التركية لذلك بيبقى الطلب مستقر النزول الفعلي الموجود في السوق حاليا هو في عادة البيع يعني الأشخاص المضطرين للبيع يضطروا يعرضوا عقاراتهم وبتقعد فترة طويلة لأنه أصحاب رؤوس الأموال موضعين أموالهم في البنوك بالتالي بيستنوا صياده الفرص لحتى يكون السعر مناسب ويأخده فالآن في عادة البيع ممكن تلاقي أسعار أقل بـ 30% من السعر رقصة الأسعار لهذه الدرجة رقصة الأسعار مثل ما قالت لك لأنه أصحاب رؤوس الأموال متجهين للبنوك فبالتالي انخفض الطلب ومع قلة المعروض ما عم ينباع بسهولة لأنه الناس بتشوف البنك هو كعوائد أفضل لكن على المضى الطويل أو المتوسط أكيد العقار رح يرجع ينمو بقوة شديدة طيب الآن أنت كمستشار أو كخبير في مجال العقارات تقول أن الأسعار فيزديات في المستقبل قريب أو حتى المتوسط لكن برضو في ناس اليوم عم تقول كأجانب ومستثمرين أن الأسعار إسا عم تنزل وخلينا ننطر وما نشتري الآن ماذا تقول؟ بالنسبة للعقارات الموجودة في السوق التركي في إعادة البيع وصلت الآن لأسعار قريبة من سعر الكلفة يعني لا يمكن أنه الآن مشروع جديد يبني في هاي المنطقة بنفس الكلفة فما ممكن تنزل أسعار أقل من هيك في إعادة البيع بالعكس الناس المضطرة للبيع صارت تتخلص من عقاراتها والآن بدأت تطلع الأسعار اللي هي أعلى واللي هي الأسعار الطبيعية يعني في عدة مناطق مثل البصن إكسبريس في منطقة البصن إكسبريس كان الوان بلاس ون بالـ 190-195 ألف دولار في إعادة البيع 170 اليوم في فرص بـ 130-125 ألف دولار هذا سابقا ما كان موجود فهدول الفرص متى ما راحوا ما حيتعوض غيرهم بنفس السعر الناس راح يكون 150 وانت طالع تبدأ الأسعار بزدياد لأنه كل ما قل المعروض كل ما زاد السعر واضح جدا عم نشوف خلال الفترة السابقة تقريبا عدة أشهر عم نحكي عن 7 أو 8 أشهر في استقرار بالعملة التركية هذا على شو بيدل وكيف هو كان ينعكس على السوق العقاري في تركيا الحقيقة هذا بده شخص يكون اقتصادي أنا عقاري لكن من وجهة نظري السياسة النقدية المتبعة حاليا بتشجع الناس على الادخار والإيداع بالليرة التركية فبيعطي ثبات للليرة التركية طافة لدعم الدولة للليرة التركية لحتى تشعر الناس بانخفاض التضخم وزيادة القوة الشرائية عند الناس فهذا من وجهة نظر شخصية لكن المتوقع خلال سنتين أو ثلاث سنوات أنه تنزل الليرة بشكل فارق جدا عن السعر الموجود حاليا يعني توقعات صندوق النقد الدولي اللي أنه توصل بنهاية السنة للـ 36 مقابل الدولار وكلما مر سنوات رح توصل بـ 80 بنهاية الـ 2027 طيب لما ذكرت موضوع الأسعار عم ترخص وفي المستقبل أنه الأسعار حتطلع الآن حاليا بيظل رخص الأسعار قديش نسبة الأجانب من الناس اللي عم تشتري في تركيا والنسبة أو طلب السوق المحلي الداخل سابقا بالـ 2022 كانت النسب بتملك الأجانب تتراوح بين 4% وفي أحسن الأحوال توصل لـ 6% من إجمالي الطلب لكن من 2023 لغاية اليوم كثار فيه نزول في نسبة تملك الأجانب وصلت هذه النسبة لـ 40% كنزول لكن الملاحظ أنه أسعار العقارات أو عفواً عدد العقارات عم تزيد عدد العقارات المباعة كل شهر عم تزيد عن السنوات الماضية فهذا بيوضح أنه مثل ما حكيت أنه الأجانب اللي عم ينسحبه عم يكون مقابل مستثمرين محليين تانيين عم يشتروا العقار وبزيادة عن السنوات الماضية يعني إذا خدنا الإحصائي اللي صدرت من عدة أيام لشهر تموز بـ 2022 تموز كان عدد العقارات المباعة حوالي 94 ألف وحد سكنية حصت الأجانب منهم 4000 وحد سكنية فقط يعني ممكن 4% أو 4.5% من إجمالي الطلب في 23 انخفض تملك الأجانب للنص تقريبا 2811 سكنية بيعت للأجانب لكن كم كانت عدد العقارات المباعة للأتراك 110 ألف فالرقم كتير كتير زاد عند الأتراك الشهر الماضي في 2024 وصل للرقم لـ 127 ألف وحد سكنية تم بيعها بالإجمال نسبة الأجانب منهم هي 2% نحن بنحكي عن 2300 وحد سكنية فقط بيعت للأجانب فكمستثمر واضح أن السوق متماسك وبالعكس في إقبال زيادة على الشراء سببه هو الفرص الموجودة حاليا في السوق والطلب الداخلي المحلي الموجود في السوق العقاري طيب هذا بدل بناء على هذه الإحصائيات أنه في مخاوث سواء عند الأجنبي أو حتى عند المستثمر على صعيد السوق العقاري في تركيا شو كان يكون هاي المخاوث؟ بالنسبة للأجانب لنكون صريحين في مخاوف تتعلق بالعنصرية ممكن تشديد الإقامات ممكن تشديدها هذا بيخلق هاجس عند الأجانب في حال كانوا حابين يسكنوا في البلد لكن كمستثمر أو المستثمر المحلي حتى ما بيهمه هاي المواضيع قد ما بيهمه أديش رح يكسب من هذا الاستثمار وهل هو آمن ولا لا يعني لما يكون مكان موجه لأهل البلد بنسبة 95-96% هذا بيعني أنه ما فيه مخاوف على الاستثمار فقط الناس اللي بتعرضوا للإعلام والدعاية الموجودة السلبية الموجودة في الإعلام ممكن يتأثروا بهذه المواضيع أما الشريحة العظمى من الناس كمستثمرين ما حتتأثر طيب شو هي الحلول المقدمة مقدمة من قبل الحكومة مثلا تركية أو سوق العقاري التركي لهذه الفئة أجانب أو المستثمر؟ الحكومة التركية واجهت هذه المشاكل وحلت جزء كبير منها مثلا المستثمرين الخليجيين صار في لهم امتيازات لها علاقة بالإقامات وفتح اشتراكات المي والكهرباء والغاز وما شابه والآن فيه دراسة لتسهيل الإقامات ومنح إقامات طويلة الأمن هاي ممكن تكون فيه عدة أماكن مثلا مغلقة رح يتم فتحها من أول وجديد نحن الآن بانتظار هاي القوانين حتى تطلع ممتاز جدا بس مع ذلك عم نسمع أنه فيه تأخير وتعسير بمنح الجنسية للمستثمرين عن طريق العقار الحقيقة هو منح الجنسية أو نقول ضمان حصولك على الجنسية صار أسهل يعني أنت شهادة المطابقة العقارية صارت تتاخذ خلال فترة قياسية جدا مقارنة بالسابق يعني خلال ممكن أيام تكون حاصل أنت على شهادة المطابقة العقارية لكن صار فيه مثل مثل أي دولة صار فيه تشديد أكثر على الدراسة الأمنية الموجودة مراحل النفوس توقيع قرار التجنيس من الرئيس هي الأساسات الطووي الأكثر فلا تضمن الجنسية أنت صار الموضوع أسهل حكما لكن التوقيع والمراحل النهائية رح تكون أطوال جمل من اللي عم يشتري الآن داخل السوق التركي وشو الهدف من عملية الشراب نعم هلأ في ناس مقيمين هنن بكل حوال موجودين في البلد متجنسين أو مقيمين هذول عم يزيدوا استثماراتهم في البلد لكن الشريحة العظمى اللي عم تشتري هنن صيادين فرص ومن الطبقة التركية بالذات يعني نحن شهدنا بالأشهر الماضي نسبة كبيرة من الصفقات اللي تمت لشقق عملاءنا تمت لمستثمرين أتراك الآن الأسعار اللي موجودة مغرية لدرجة أنه يفضلوا العقارات على الإذاع البنكي لأنه هن المدركين أنه أي نزول في العملة التركية رح يأثر على أموالهم المودعة في البنك فالعقارات الآن هي أأمن وأسعارها فعلا جاذبة لدرجة أنه صار تتجيب نسب ما كنا نحلم فيها سابقا في اسطنبول يعني عائد الجاه صار ممكن يوصل ل7 أو 8% هذا الشيء حلم سابقا جميل جدا يعني نحن عم نقول أنه دائما في كل تحديات هناك فرص صحيح يولد من خلال هذه التحديات صحيح طيب اليوم الأستاذ ذا زكريا ممثلا لشركة انتلاك وفي عنده هاي الخبرة الطويلة والباع العميق في مجال العقارات شو بتنصحنا نشتري بهذا الوقت الحال؟ نصيحتنا لعملاءنا اللي حاليا حابب يستثمر لا يضيع وقت لأنه الآن الأسعار اللي موجودة ما حتكون موجودة لاحقا بالذات فرص إعادة البيع وفرص التقسيط بالليرة التركية يعني سابقا ما كنا نشوف عقارة قصة لـ 30 شهر أو 36 شهر أو حتى 5 سنوات و7 سنوات بالليرة التركية هاي الفرص حاليا موجودة وامتلاك حصريا ممكن تأملكم أسعار خاصة فيها لاحقا رح تكون كلها تقسيطات بالدولار لكن الآن بحكم الفترة اللي موجودة هاي الفرص موجودة في السوق التركي تقسيط لكم سنة عمي وصلت قريبا حاليا؟ ماكسيموم حاليا موجودة 84 شهر يعني سبع سنوات بالليرة التركية وبدون فوائد هذا اللي حايب يشتري طيب اللي حايب يبيع حاليا ننصح حاليا الوقت بصراحة مغير جدا للبيع يعني الآن كونه فيه ناس مضطرين للبيع حرام ينطرح الآن العقار للبيع لأنه المكان بسوء أكتر من هيك بكتير نحن الآن بقاع الهبوط رح يبدأ بعضه الصعود يعني الاستثمار العقاري لا يبنى على فترات أصيرة نصيحتنا اللي بده يبيع لا يبيع حاليا يستنى إلا إذا كان مضطر نحن بمستعدين نحاول نحصل له أفضل مكاسب موجودة جميل بحكم أنه دائما امتلاك العقارية موجودة في الميدان لما عم نروح منصور حاليا كما تعلم وكما يعلم الأخوة المشاهدون عم يكون فيه مشاريع جديدة لكن قليلة جدا حاليا اضنع واتيرة الإنشاء مشوفة أبطل مما كانت عليه في السابق هنا في تركيا صحيح ليش هي الواتيرة بطيئة؟ نسبة كبيرة من شركات الإنشاء والمتعهدين والمطورين اتجهوا لمناطق الزلزال لإعمارها فالمشاريع اللي موجودة حاليا في ظل الركود اللي موجود ما عم تبنيه لأنه كلفة الإنشاء رح تكون عالية والأسعار رح تكون عالية جدا لذلك تصورنا نحن للفترة المقبلة على المدى المتوسط أن الأسعار رح تكون مرتفعة كثير عن السعر اللي موجود حاليا هذا الشيء اللي علاءة بكثير عوامل مثل سعر الأرض مثل كلفة الإنشاء وكلفة الأيدي العاملة وغيره فالشركات الآن محجمة على البناء لأنه مستعدة مجهزة حالة لحتى تدخل في المرحلة الجديدة من الإنشاءات واللي رح تكون أسعارها مختلفة شكرا شكرا أستاذ زكريا الحسين وأنت الموديل التنفيذي في امتلاك العقارية أخلا كانت هذه الحلقة يعني مخصصة لأسئلة جريئة عن واقع العقار في تركيا لأنه في كثير من التساؤلات عم تجي على السوشال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي وحتى نحن لما نكون موجودين على الميدان حتى شباب المبيعات عم يسألوا أنه والريحين فهذه الأسئلة إن شاء الله تعالى وإجاباتكم ستجاوب على كثير من الأسئلة على منصات التواصل وغيرها فالصراحة نحن مطبئنين جدا للسوق التركي لأنه عصب الأساسي هو أهل البلد والأسعار رح تبقى بثبات ونمو لكن سابقا كانت تطلع فرصة فرصتين في الشهر الآن صارت تطلع عشر فرص في الشهر ما هي فرصة الاغتنامة وإن شاء الله منكون عند حسن الظن في أي خدمة تحتاجها وطالما السوق العقاري هو طلب والطلب داخلي بالمعظم فنحن مطبئنين إن شاء الله الحمد لله وركتم أستاذ زكريا وأكيد كل شكوة للأخوة المشاهدين رفقونا بحلقة اليوم من بودكاست امتلاك على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة دمتم برياية المشاهدين اشتركوا في القناة